السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد يمثاء الورد يمثاء الفل يمثاء الجمال على عينكم النهاردة بقى الفيديو بتاعنا جامد الفيديو بتاعنا تحدي مع جوزي وبنتي هم تحدوني ان انا اعمل الفيديو ده بالجمال والروعة دي ده ما انتو شايفين المعنى الحقيقي كده للدوابان يا جماعة حاجة خطيرة وحاجة جميلة يا رب كده تنلق اعجابكم ده ما انتو شايفين اللحمة دايبة وشكل ولون وتدبيلة خطيرة وجمدة خليكم معايا كده الاخر الفيديو هتشوفوا احلى تدبيلة ممكن تعملي بيها اي مشويات ده ما انتو شايفين بجد بجد دايبة دي وحاجة جميلة جدا لو اول مرة تشوفي قناتي ياريت تدعميني باللايك واشترك في قناتي وفعالي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد شايفين الجمال شايفين الروعة جدي تحفة تحفة بجد عملت جنبه كده رز بسمتي يلا بينا كده نبدأ بسم الله انا معايا الريشة اللي انتو شايفينها دي الريشة دي كده بتاعت يعني عجل ريشة كبيرة اخدت معايا بالضبط اربع ساعات في الفرن عشان تطلع بالجمال اللي شفتو ده الريشة دي حجمها كبير يعني تقريبا تلاتة كيلو او ممكن اكتر كمان مش عارفة بالضبط تعال شوف التدبيلة الخطيرة اللي عملتها دي مية بصل شلت تفل البصل كده وحطيت المية ومعايا علبة الزبادي كبيرة ومعايا هنا تلات معالق من السياسوس وثلات معالق كبار من الخل معلقة كبيرة من الزبدة هنا مش حط زيت معلقة كبيرة من السكر معلقة كبيرة من الصلصة فلفل اصمر وملح بوهرات مشويات جايبها من عند العطار بصل بودر وتوم بودر وفلفل اصمر وثلات فصوص من الحبهان وكاري وكركم ونص معلقة من الطوم المفروم وهنا بقى اللي هتاخدك لحتة تانية خالص واساسي التدبيلة معلقة كبيرة من المصطر ده لو مش عندك مش مشكلة بس بجد بتفرق قوي قوي مش قادرة وصفلكوا ريحتها وانا بعملها دلوقتي جميلة ازاي ممكن تضربها بالهند بلندر بالخلاط على ايدك انا هنا زودت كمان معلقتين من الصلصة عشان انا عايزة اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده له احمر ولا اصفر جبت هنا بقى الريشة بتاعتي هنا وايه بقى نزلت فيها بقى تقطيع بالثكينة هعمل فيها كده فتحات كتير كتير اوي عايزة التدبيلة دي توصل لكل جزء فيها انا عاملها كده قبلها بالليلة يعني باتت التدبيلة دي من بالليل لغاية تاني يوم حط بقى كده عايزة توصل لكل حتة فيها التدبيلة بجد يا جماعة رحتها تحفة رحتها جميلة اوي اوي اعتمديها في اي مشويات هتعمليها حلوة اوي اوي بجدها تعجبك هنا قلبتها بقى وحطيت كل التدبيلة عليها حسيت ان الجزء اللي فوق ده عالي شوية او كبير التدبيلة مش هتوصل له قطعته كده لغاية ما وصلت للعض وهحشيها كده كلها بالتدبيلة هشيل من التدبيلة كده وحط في الفتحات دي وكمان هحط فيها فصوص من التوم التوم بيعلي التست بتاعها وبيديها تست جميل اوي اوي يا جماعة وانا هنا كمان هحطلها روزماري روزماري فريش هنا بقى تاني يوم حطيت كده جريل على النار وحطيت معلقة من الزبدة الزبدة دي يا جماعة اللي انا عاملها في البيت اكفم بالله تحفة تحفة بجد هسيب لكم لينك الفيديو بتاع الزبدة اللي عاملها في البيت حاجة جميلة وحاجة حلوة اوي اوي اعتمديها وعلى ضمانتي هنا بقى هحطيت ثلاث فصوص كبار كده من التوم انا عايزاهم يتشووا بقى والريحة بتاعتهم بقى تفحفح كده في البيت ومعايا هنا روزماري فريش ومعايا كمان زعتر فريش انا عايز اديها صدمة كده وديها لون بقى وياريت كده تسمعوا الصوت الجميل دوت اللي طالع منها والريحة الحلوة انا اديتها صدمة هنا لغاية ما اتغير لونها كده واخدت اللون الحلو اللي انت شايفينه ده وطبعا الاعشاب مع اللي التوم مع الليين التفت بتاحها اوي اوي هنا بقى كده جبت بقى الورق زبدة وهنزل بقى كده بكل البهريس الحلوة دي حطيت طبعا الزبدة وحطيت بقية الخلطة دي انا حط ورقتين من الزبدة انا مش عارف ألفها في الصينية طلعها برا الصينية عشان اعرف ألفها كويس اهم حاجة ان انت تلف فيها كويس اوي اوي بورق الزبدة وورق الفويل انا حطيت طبقتين من الفويل واحدة بالطول واحدة بالعرض انا مش عايزة يطلع منها اي هوى خالص او اي بخار عشان تفتوه معايا اخدت معايا اربع ساعات بالضبط يا جماعة وطلعت بجد بجد تحفة هحطها هنا في الصينية دي وهنا بغلي مية انا في الكتل احط مية بتغلي وكل ما تنشف المية تزودها انا بحطها ساعة على عين البتاجاز من فوق بتاخد معايا ساعة وخدت تلس ساعات في الفرن البتاجاز كل ما تحس ان المية دي نشفت بزودها مية سخنة تاني هنا بقى بعد اربع ساعات يا جماعة طلعت بقى دايبة يلا بقى نفتح كده ونشوف الجمال ده كده من جوا الله على الجامل الله على الريحة مش قادرة وصفلكو جمال الريحة كنت قد التحدي وقدرت اتحداهم وعملت اكل المطاعم حاجة جميلة شايفين دابت اللي عضماية طالعة منها ازاي هشيل كده من الصوص الجميل اللي نزل منها وهدهن كده ودخلها الفرن مش هتاخد كتير من خمس لعشر دقايق وكل شوية قد اطلعها كده ودهنة تاني من الصوص الحلو اللي نزل منها ده مرتين تلاتة لغاية ما تاخد اللون الدهب الجميل طبعا لو جبتي اكلة زيدي من برة او رحت اتعذنت عليها في مطاعم هتبقى مكلفة جدا جدا فانت طبعا بابسط الامور ممكن يعني اذا كانت مكلفة تعملي بقى اقل الامكانيات واقل من كده بكتير هنا بقى طلعتها من الفرن وكان ده شكلها النهائي بجد بجد يعني كانت تحفة الاكلة اللي جوزي بس ايدي عليها بجد وقال لي انت كثبت التحدي المرة دي وبنتي بقى اتاكل وتقول لا يا ماما بجد يعني مكنتش متوقعة تطلع بالجمال ده هنا بقى عملت هنا رز بسمتي هحط بقى كفا جدا في الثنية طبعا الاضاءة والله ظلمة اللون يا جماعة مش عارفة الاضاءة اليومين دول كده مش مذبطة معي الالوان حاجة جميلة قوي قوي زي ما تشايفين شكلها كده تحفة التدبيلة كانت فوق الجمدة وفوق الخطيرة شايفين الدوابان انا بنتي لها فترة كل ما تشوق فيديو تقول نفسي يا ماما في اللحمة تبقى دايبة كده نفسي اللحمة تبقى دايبة كده فانا حبيت احقق لهم الامنية بتاعتهم وعملت لهم بجد اللحمة الجميلة التحفة دي وكانت حاجة حلوة قوي وهنا عملت بقى شوية تمية وصلطة ومخلل ضبطت لهم يعني الاكلة لو وصلت معي الغاية هنا في الفيديو ياريت تنفيلي تعمليلي اشتراك ولايك وحطي كومنت جميل منك يرفع من روحي المعنوية وجودكو كلكم شرف ليا وعلى راسي من فوق اتمنى ان الفيديو بتاعي ما يكونش تقيل على قلوبكو واتمنى ان انتو تدعموني وتشجعوني انا سوزي من مطبخ امبراطورية ميب اترككم في رعاية اللو امنوا شارك و تبدو بshotه شكرا